قرية النهر الأحمر بتقول الأساطير إن قرية النهر الأحمر دي بيسكنها الجن وإن القرية دي كانت مثل غالبية الكرة التركية معروفة بكملها وكانت القرية الطبيعية لغاية ما جيسكنها راعي لكن سكان القرية ما كانش بيحبوا الراعي ده وكانوا بيعملوا معاملة سيئة جدا وده اللي خل الراعي إن يسعى للانتقام من سكان القرية دي وفي روايات بتقول إن الراعي قام بسحر هذه القرية بنوع من أنواع السحر وبيطلق عليه اسم العصام وده اللي بيخلي وده نوع من أنواع السحر اللي بتخلي القرية بيسكنها الجن وبيستولوا كمان عليها والقصة دي تم كتابتها وإنتاجها كمان في سلسلة الرعب الشهيرة اللي اسمها العصام ومن روايات أيضا اللي بتفسر سبب طرق وهجر السكان للقرية اشتركوا في القرية